يا مساء الهنى ومساء السعادة على كل المشاهدين الصحة والجمال كل المشاهدين الصحة والجمال يارب يكونوا بصحة وبسعادة يارب يعد عليكم الأيام وعلينا الأيام كلها بخير حضراتنا معاكم إن شاء الله بإذن الله في أكلة بسيطة مصرية الشيف ماجد فوزي حمزاوي النهاردة بإذن الله هنعمل حاجات لجهاز المناعة للصغار والكبار حاجة فسفورية 100% تمامها تكون مصبوطة مع حضراتكم إن شاء الله معاننا النهاردة الأسماك عملناها مع حضراتكم بطريقة وهنعملها النهاردة بطريقة تانية موسوعة المطبخ موسوعة كبيرة وإن شاء الله بإذن الله هتجلب ليكم السعادة والفرح وإن شاء الله ربنا يكفينا وفيكم شر الأمراض ويبقى دعانينا الأيام دي كلتها بيكون بصحة وسعادة اللزام في البيت بكل القوانين وبكل التعليمات غسل الإيدين والتعليمات اللي هم بنبوها علينا لازم بجد يكون حرصين على الحاجة ديها وإن أول ما نبدأ نقول باسم الله على بركة الله أول حاجة نبدأ بالرز الصيادية هنعمل رز الصيادية وهنعمل سمك سنجاري وهنعمل سمك مألي بلطي وطبعا أهم حاجة في السمك البلطي يكون العيون السمكة يكون بتبرق يعني السمكة بتبرق ويكون عند الخياشين واخد اللون الوردي الفاتح وجسم السمك ذات نفسه ما يكونش مهري وأفضل حاجة في السمك لازم يكون سمك طازة بيرجع لنا فوايد كتير جدا للإنسان وبيبقى حلوة أول ما نبدأ نقول باسم الله على بركة الله مع الرز الصيادية هننزل بواحد عدد من البصلة نعلمها ومعني حوالي على حسب كمية أو على حسب كمية عدد الأسرة بتاع حضراتكم معانا حوالي كيلو من الرز غسلينه رز مصري أو رز بسمتي بنتعامل عليه على نفس النظام هنخلي البصلة بتاعتي تاخد اللون البني حاجة بسيطة تعالوا بقى نعمل فرسة وبقى البصلة بتاعتي تاخد اللون البني للسمك السنجاري السمك السنجاري بيبقى مفتوح معايا بسم الله وما دي الرز قدام حضراتكم على طول على الهو واد السمك السنجاري مفتوح من الظهر مفتوح من أول سلسلة الظهر كاملة السمكة زي ما احنا شايفين اهو بعد ما غسلناها بالخل الغسيل دايما باستمرار بالخل أساسي الخل والمية والدقيق واللمون وزبطناها زي ما احنا شايفين حضراتكم اهو بنفتح السمكة ونعمل لها فرسة جميلة من البصل والطماطم والفلفل والجزر والخضرة دايما معانا باستمرار والمقادير قدام حضراتكم على الشاشة اهو اول حاجة هنعمل للمقادير الجفة سواني ياخد اللون البني خلص يا محمد بعد ازنك المقادير الجفة معاي عدد واحد من البرتقان في السمك مقادير السمك الجفة واحد عدد من البرتقان علامة لحد ما تاخد اللون البني الغاني يا محمد في ايد الهون عملنا خمس فصوص من التوم وحوالي اتنين عدد من الفلفل على واحد عدد من البرتقان والخل بسم الله والكمون والملح والكسبرة كل دي مقادير جافة كاملة ايه حط معلقة الملح والكسبرة شغلة محمد زي ما انت على طول خد اللون البني معايا البصل هننزل بالرز طبعا انا اعمل له برضو نفس التكرار الشربة بتاعته قلبيون بتاعه من العظم بتاع السمكة بعد ما خلتها فيه السمكة خلتها عشان اعمل شربة السفود منها عملناها هننزل بالرز بسم الله وننزل معلقة من البابركة عشان نخلص الصيادية عطول معايا شوية من الكسبرة جذر مبشور وفلفل الوان شكلوا طعموا بعد كده عشان نخلص حاجة حاجة عطول قلب يا محمد بعد ازنان نحط الملح بتاعنا احط الملح وقلب الرز عملت له نفس التكرار نفس التركة البصلة بتاعتي خلت اللون البني الغامع بعد كده نزلنا البيون بتاعها بالجزر والبصل والفلفل وسبناها تغلي بعد كده صفتها عشان يطلع معايا شوية رز بس صيادية حاجة جميلة بطعم جميل الشربة هاي زي ما انتو شايفين حضراتكم قدامكم هاي واخد اللون البني بسم الله على بركة الله ننزل اغطو الرز حوالي سنتر الزب من المعدير بتاعتي تمام وقلب كده خلصنا الرز الصيادية حاطينا الفلفل الألوان وحاطينا الجزر وعملنا البصل اللون البني وغطناها حوالي دقيقة واحدة غطة محمد بعد كده نخش السمك السنجاري حاطينا التوم حاطينا الخل حاطينا البرطقان البرطقان بيديله طعم البرطقان من الموالح بتديله طعم جميلة وتركة وريحة ممتازة ومفيد جدا كل حاجة فيها غزة كل حاجة تقوج هذه المناعة في الخضرة في الفواكه في أي حاجة بحطها معاي على أساس أنه أنا أخد نسبة عالية جدا من الاستفادة بتاعتي ويكون حاجة كويسة بعد كده هنحط شوية من البابركة وشوية من الكمون بسم الله مع التوم المهروس والفلفل لقينه في الهون وشوية صغرين من الكزبرة الحصة ونقلب الخليط بتاعي كامل بسم الله ما قدير جافة مش سيلة قوي ولا جافة قوي زي ما احنا شايفين اهو باجيب السمكة واجيب ورقة السيلفر ورقة السيلفر دي ها اجيب ورقة السيلفر عشان اطلع السمكة بتاعتي مظبوطة من الفرن وتطلع تمام ما تفتكتش مني بتاخد حوالي تلك ساعة في الفرن بالزبط باجيب ورقة السيلفر ودهن هسلنا زيت سلنا بسيطة من الزيت وعملنا زي ما اتفقتم حضراتكم البصل مع الفلفل مع الكزبرة مع الكرفس مع الطماطم مع شوية من عصير اللمون وشوية من زيت الزيتون وشوية من عصير البرتقان تاني بعد كده اجيب شوية زيت صغيرين وانزل شوية صغيرين بسيطة على السيلفر واجيب السمكة بتاعتي واديها الفرسة الجميلة او الخلطة بتاعتها الحلوة امسي يا حمال وإلفها على اللحرف احجز عليها كده زي ما احنا شايفين هو بسم الله بنحاول بقدر الامكان اليومين يومين ضغط جامد فيا رب ساعدكم كده ان شاء الله ويعد عليكم الايام بخير يا رب وتكونوا باحسن حال بعد كده بجيب الخلطة الجفة اللي انا عاملها بالتوم والبرتقان والخل واللمون واديها شوية سنة كده من فوق تركة بسيطة عليها حشوة جميلة وبعد كده اديها شوية من الخضرة تشكيلة بسم الله على التوابل للحاجة الجميلة واجيب طبق عشان نحطها في صاج الفرن هندخلها في صاج الفرن هنعمل بكزة واحدة قدام حضراتكم بس الاول الرز بتاعي طبعا اول ما يبدأ يغلي هبدأ اهد النار عليه عشان ما نساش دايما على طول اذا كان حاجة في الفرن او عالب تجاز بيبقى التفتير فيها اي انكلة انشغالات بتاعتها اهد عليها بسم الله نعمل كمان واحدة بورقة سيلفر تمام الله نور تمام وسنة زيت سوية ربسيطة بسم الله شوية صلطة عاملينها للسمك تدي طعم وحاجة جميلة السمك بتاعي سمك طازة كل ما يكون طازة كل ما يكون افضل بعد كده اجيب الخلطة وديها شوية عليها من فوق وابدأ اطبق عليها السيلفر واحدة واحدة ايه بنوريها لحضراتكم بتخش في الفرن حوالي تلت سعر اي عصاير اي حاجات كلها فايدة اليمون دول على قد الامكانيات بنحاول نجيبها لحضراتكم عشان جهاز المناعة بتاعنا يكون للكبار وللصغيرين بيكون حاجة كويسة جدا وممتازة طبق هتترصف صاج الفرن زي ما اتفقنا تلت ساعة بالزبط ايطلع معانا على نفس الطريقة وعلى نفس النظام السمك بتاعنا ممتاز جدا جدا ويبقى الطعم بتاعه طعم لزيز واخد خلطة من الخضروات الجميلة تستيوه معانا حاجة بسيطة تلت ساعة وانطلعها قدام حضراتكم من الوقتي بعد كده نخش على السمك المقلي السمك المقلي لو انا عايز اخليه مفيش اي مشاكل بخليه ان شاء الله يبقى ليه طريقة في الخلي بازن الله انا حبيت ان انا اخليه النهاردة بس لكن السمك اصلا حاجة الشكل بتاعه تفتح النفس جميل وهو ما ينفعش ان هو يدخلي بالذات وهو جاي طازة وبلطي ونفس الطريقة حتى اين كان حجم السمكة بتاعتي بالشكل بتاعها الجميل بعمل تلت فتحات بسم الله ونفس الطريقة ونفس الخلطة اللي انا عاملها للسمك السنجاري بالتوم والبرتقان والخل واللمون والكمون والكسبرة بجيبي الخلطة للخلطة التانية من جوا ومن برا بنبدأ عامل اربع فتحات على حسب حجم السمكة عند حضراتكم وابدأ احشيها من الخلطة الجميلة بتاعتي كل ما يقعد السمك في الخلطة كل ما يكون افضل ساعة ساعتين في التلاجة ما فيش اي مشاكل ولو بات في الخلطة ببقى طعم وقلز اهم حاجة الملح بتاعه يكون خفيف والخيشين من جوه كله بنفس الطريقة بسم الله ومن جوه نفس النظام السمكة بتاعتي بيبقى متبلة بالطعم الجميل والريحة بتاعته واللي استفادة بيبقى استفادة جميلة وممتازة بجيب شوية من الدقيق شوية من الدقيق وبحط عليهم معلقتين من الكورنفلاور او النشا بنعمل طريقة جديدة وممتازة ونبضر السمكة بتاعتنا نبدأ بعد ما عملناها في الخلطة بتاعتها انزل بالسمكة بسم الله واحد عادة اتنين بسم الله خير خير وعدة الطبق ابضر السمكة بتاعتي وعمل لها خلطة جميلة من المية وعصير البرتقان وانزل بيها بعد ما حطيت الخلطة بتاعتها بعد ما حطينا الخلطة التوابل التوم والخل واللمون والحاجات وبعدين عملناها بالدقيق بعد كده بشيلها من الدقيق بتاعها خالص بسم الله زي ما احنا شايفين انا الفضة كويس وانزل بيها قبل الزيت على طول مباشر من المية وعصير البرتقان عشان الزيت بتاعي ما يبص مني وتطلع السمكة مقرمشة والطعم بتاع الازيزة هنشوفوا الوقت قدام حضراتكم كل حاجة بتاخد على طول بسم الله على الزيت على طول ننزل بيها نعمل واحدة تانية واحدة صغيرة بالسكينة وبنفتحها ثلاث فتحات او فتحتين بنعمل الفتحتين على أكساس اننا نتبل السمك بتاعي كله من الحاجات كاملة زي ما احنا شايفين اهو يبقى كده عملنا الرز الصيادية بالجزر والبصل والفلفل شكلناه مش لازم نمشي على رنج جمعية ليه كذا طريقة وكل بلد وليها التركة بتاعتها لكن تركتنا في اكلة بسيطة مصرية بالطعم المصر المية بيديكم حاجة جميلة ان شاء الله اتعجبكم مية في المية نتبل السمكة ونحشي الفتحات بتاعتي ومن جوة نفس التكرار وزي ما اتفقنا كل ما نقعد الخلطة بتاعتي تقعد في الحاجة كل ما يكون افضل وبعدين في الدقيق مع النشا وبضر ومن جوة نفس التكرار اسبت الخلطة بتاعتي وافض السمكة بسهلة بحاجة بسيطة تطلع مقرمشة وجميلة وبنفس النظام بسم الله في المية والبرتقان وسنة من الخلطة من التوم حاجة خفيفة هروح نازل بيها بسم الله واصف فيها كويس اه وانزل في الزيت على طول مع السمكة التانية نفس التكرار عاملين السمكة التانية بنفس الخلطات اجاهزه بدي ايه ما حطهوش في المية او في المحلول اللي انا عامله بالبرتقان وال فص واحد من التوم او فص من التوم تدي ريحة وتست جميل بتطلع معنا ناشفة لازم تاخد الوش كامل من تحت عشان اقلبها قبل ما اقلبها وابدأ انزل بيها بعد كده خلصنا السمك السنجاري سيبها محمد بعد زجريها سيبها ديها وقادي السمك التاني المقلي جاهز ان شاء الله يبقى ليه طريقة للخلي في كل الاسماك هنعمله مع حضراتكم تعالوا بقى نعمل شربة السيفود الجنبري مع الاستاكوزة مع الصبيت مع السمك المخلي والسمك احنا عاملينه نفس التكرار حطناه في الفورن عشان نطلعه قدام حضراتكم على طول عملنا شربة سمك جايبين حوالي نص كيلو من حلويات البح خفيفة وسهلة وبسيطة وتمنها بسيط مع ان تكلفتها ببقى عالية وقادي السمك في الفورن اهو طلعه يا محمد دي طلعه خليه من تحت عبارة عن خش على شربة السيفود واحد عدد من البصل هقلبها مع الكرافس والكزبرة سيبوا شوية السمك بتلت ساعة بالزبط وهنطلعه قدام حضراتكم على طول والمقادير مقادير السيفود على الشاشة واحد عدد من البصل هنعملها بكريمة اللي يحب الكريمة ماشي اللي ما بيحبش بالكريمة يشتغل معانا على نفس الرنج اللي احنا شغالين به ما فيش اي مشاكل كل واحد على حسب التكلفات نص كيلو من حلويات البح مع طبق السمك اتنين كيلو او تلاتة كيلو على حسب امكانيات حضراتكم او على حسب عدد حسب عدد افراد الاسرة بنقدر نعملها ننزل بالبصلة تاخد تشميع بسيطة خفيفة خالص بعد كده انزل بالك الكرفس مع الكزبرة الخضرة يميلة جدا بتدي طعم لذيذ وممتازة بعد كده بنزل بعد ما نقعنا الحلويات البحر معايا برضو بالخل والملح نص ساعة بالزبط ننزل بيها بسم الله على بركة الله واقلبها ما بتاخدش عشر دياب الضبط على النار عملت لها برضو نفس التكرار بتاع الرز بالبصل وشربة سمك من نفس النظام زي الهيكل او زي العظمة اللي احنا بنجيبها مع عند الجزار واقلبها معاهم واحط معلقة معلقتين من الدقيق بسم الله احط معلقتين من الدقيق اربط بيها الشربة واقلبها باستمرار بعد كده هنزل بيها بالشربة مع التقليب المستمر لمدة دقيقتين اتنين بالزبط الشربة بتاعتا عملنا من شربة السمك بالبصل والجزر والفلفل والخضرة بعدين صفناها من الحاجات بتاعتها بسم الله واحدة واحدة ما حضراتكم اهو شربة سفود دي شربة جميلة جدا ومفيدة جدا في مساعدات للحاجات ديت اهم حاجة الناس المعادم بتبان وقت الشدة وهي دي اكتر شدة للناس الناس اللي هي بترزع على الله اليوم بيوم وديت تطلع نغطيها نغطيها تغلي خلصنا الرز وقادر الرز معنا اهو خلصنا الرز وخلصنا السمك وعملنا الشربة ثلاث حاجات عملناهم نطلع فاصل ونرجع الحلويات بتاعتنا حد ما السمك بتاعنا يطلع هنشوف هنعمل ليه فيا النهار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورجعنا مع حضراتكم تاني بعد ما عملنا السنجال وعملنا الرز الصيادية وقالينا السمك حاجات بسيطة بامكانيات بسيطة وتكاليف برضو بيبقى اكون على قد اليد مش التكاليف اي مطعم الوقت او اي حاجة اي حد لو تعزم حتى اك مطعم بيبقى اكسبنسيف او غالي طبعا الله يعنوا مقويهم لكن احنا لما يكون في بيتنا وعملين كل الاكلات بتاعتنا ما بتعملش معانا اي مشاكل وبيبقى النظافة كاملة مستمرة عملنا شربة السفول وعملنا الرز الصيادية وعملنا المقلي وعملنا السنجاري هنعمل معاها احسن حاجة عشان نقدر الهضم بقى الحاجة الجميلة هنعمل معاها صلطة الفواكه اي فاكهة تحبوها اي فاكهة تختروها لو عند الفكهاني واطلع كميات بسيطة من كل حاجة من كل فاكهة بحاجة بسيطة هطلع طبق فاكهة غاني جدا وممتاز جدا فيتامينات ومعادن وبروتين فاكلتنا النهاردة حاجات بسيطة وسهلة يلا مع حضراتكم اول حاجة ابدأ عشان انزل الفكهة بتاعتي انزلها في عصير البرتقان او عصير مانجا عشان المادة السيلة هي اللي هاتخلي الفكهة بتاعتي دايما تلمع وما تسمرش الموز والتفاح ما بنقطعهوش بننزل بواحد كبية من عصير البرتقان او عصير مانجا او عصير فراولة او عصير جوافة بالسكر حاجات بسيطة وسهلة بعد كده خوخ وفراولة والمقادير قدام حضراتكم على الشاشة ولو عندكم فكهة غير الفكهة اللي على الشاشة يحطوها اي فكهة تحبوها بعد كده بنزل بالاناناس ونزلنا بالموز ونزلنا بالفراولة ونقطع شوية من الكيو الجميل سمج بتاعنا بتقلي عشان نجهز الصفرة بتاعتنا الجميلة مع صلطة الفواكه الجميلة شوية من الحرنكش اللي عنده حرنكش طبعا يحطه وقادي الخلطة بتاعتنا الجميلة الممتازة وقادي التفاح وقادي الموز بقطع الموز والتفاح على المحلول على طول عشان ما يسمرش مني طبعا احنا في محلات الحلواني بيبايع اللي هو الجيل الشفاف برضو ده جميل بيبقى مسكر وحل بسم الله كل الفواكه منها حاجات بسيطة وخفيفة ولزيزة بتعمل معنا طبق بتفرح بيها الصغار والكبار وبتكوي برضو جهاز المناعة بيبقى ممتاز مع عصير الكوكتيل من الفراولة ومن نفس الفواكه اللي احنا حطناها بنعمل منها عصير اهم حاجة عصفرة بتاعتنا لازم تزيدوا البهجة او الفرح محمد سلام عليكم تزيدوا البهجة والفرح يا محمد ومش عايزين حالة الكابة نهاي ازاك يا محمد مرحبا الله يسلم ان ابا محمد الطفل طريق من دانسوي يمر حبيك يا محمد يا هلاء يا هلاء يمر حبيك يا هلنبيك الله يكرم ازاك يا محمد مرحب يا الهالة كان قلتلك عليا دين وعايزة ست اهمرينا يا محمد 我 satisfaction ا celeستصر بيها أهمرينا اهمرينا قول لك علي يا دين قول يا محمد اهمرينا seanho لم Gerry وخليك معنا وخليك الرقب بتاعك على الكون tooth حاضر هنحط معلقة من السكر مع الفكهة الجميلة ونقلب كل الفواكه معها مع العصير بتاعنا الجميل زي ما احنا شايفين اهو بعد كده نشكل في الاطباق نشكل في الاطباق تشكيلة جميلة مع تشكيلة التفاح السرح بسم الله استاذ اسماء السلام عليكم كziehen westli مرحب بك الحمد لله التي احفظك تمام تمام الحمد لله انا متابعة الحلقة على فكرة منها قولا السلام عليها تسلمي لا يغال انا متا مع الصوت على فكرة الصوت تقولي ايه على كده متسامع لا تسامع تفضل تكلم تكلم متقولي ايه بتقولي يا استاذة؟ انا متابعك من اول لليوم يا مرحب بيك يا مرحب بيك على عدنين يا باشا مرحب بيك يا هالي اهلم يا اهلم بحضرتك ومن ورانا ومن وارت الشاشة والله يا الله يبرك فيك انا يقبال على فكرة جيس ماجد عشان يصفط مش واصلك عندك اي سؤال؟ اه لا عاوز اعرف بس لو في حاجات اضافات للفول يعني اضافات ليه؟ انا متسمع يا استاذة اضافات للفول اضافات معلش يا باشا معلش يتصل بنا تاني قالوا استاذ الشامعة سلام عليكم ده فضل الفول على عنينا على عنينا قالوا السلام عليكم وعليكم السلام استاذ الشامعة مرحب ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فاندي ما عامل اخبارك؟ الحمد لله تمام يا رب يكونوا تماموا بصحة وسعادة يا رب دايما يا رب انا بذكركم جدا على الاكل الجميل ده تسلميلي تسلميلي ربني احفظك ده من زوقك والله تسلميلي عجبك الاكل تسلميلي يا باشا اسلميلي يا رب يعجبكم دايما كده وربنا يحفظكم من كل شرب يا رب متقدم متقدم ان شاء الله تسلم تسلم ربنا زيديك تسلمي تسلمي عندك اي سؤال ولا اي حاجة استاذا؟ لا امسكرة انا كده تسلمي شكرا انا شكرا لاتصالك يا فاندي مانا مين؟ الو استاذ عمر مرحب سلام عليكم شوية الفاكهة هنبدأ نشكل فيهم الو السلام عليكم استاذ عمر الو الو يا مرحب بيك يا استاذ عمر مرحب الو السلام عليكم مرحب بحضرتك الله يحفظك امورنا يا غالي عندك اي سؤال؟ عندي اه عايز اعرف تريد الحاوش عينينا يا باشي حاضر تحت امرك تحت امرك از عمر على عينينا الحاوش يا حاضر الحاوش سهلة جدا ان شاء الله نقولها لحضرتكم شكرا لاتصالك يا فاندي بنبدأ نشكل بيتفاحة واحدة امه اشرف سلام عليكم قالوا سلام عليكم قالوا سلام عليكم امه اشرف شكرا لاتصالك يا فاندي وعدم انا على طول اتصال بنبدأ نشكل ونفرح العين بتاكل قبل اي حاجة بحاجات بسيطة وامكانيات بسيطة نشكل بيها طبق الفاكهة والصفرة بتاعتنا الجميلة من حباية طماطم من خيارة حاجات سهلة تزيد الفرحة وتزيد البهجة للصغار والكبار بحاجات سهلة وبسيطة جدا وامكانيات بسيطة نبدأ نسعد كلها يا رب سعدكم دايما يا رب زي ما انت زي ما انت عالياء شكرا يا ضياء واده طبق الصلة الجميل غاني جدا بكل الفيتامينات اي فاكهة زي ما تحبوها من كل فاكهة او من كل صمرة حبيتين اتنين من البرتقان من الموز من الجوافة الفاكهة اليومين دول كتير ربنا يزيد علينا وعليكم كل حاجة كل خير فاكهة طبيعية فريش طازة مية في المية بتعمليها عند حضرتك في البيت لاطفالك والاحبابك الكبار لتقوية جهاز المناعة مع شوية مع شوية الرز والسمك الحاجات الفسفرية الجميلة تطلع معانا جميلة جدا بطعم لذيذ وحل امكانيات سهلة وبسيطة يارب يكون المعلومات بتصلكم بكل سهولة وبنشكر كل الناس اللي بتتصل بينا بيدونا الثقة الغالية والحاجة الجميلة يارب يحفظكم ويسمعنا عنكم دايما سمع خير ممحمد سلام عليكم الو سلام عليكم مرحب ممحمد مرحبا منور الشاسة الله يحفظك تسلم عامل ايه الحمد لله تمام الله يحفظك تسلم ايدك على الحاجة الحلوة تسلم يارب يكون عجبتك يا محمد تسلم ايدك على الفروض صلات وتسلم ايدك على السمات تسلم يا غالد تسلم الله يحفظك تسلم وعلى كل حاجة حلوة بتعملها تسلميلي تسلميلي ربنا يحفظك يا رب ويحفظك اهلك كلهم يا رب تسلميلي عندك اي سؤال الله يخليك بصبح عليك صباح الرضا وصباح ومسائل هنا يا باش ويادي الفاكهة اللي فاضت مننا مشان نشكلها تشكيلة تانية استاذة مريم شكرا تصلك محمد استاذة مريم سلام عليكم يا استاذة مريم مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تسلميلي 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 ربنا يحفظك يا رب ويزيتكم دايما رب وسمعناكم وسمع خير عندي سؤالين بس وامورينا امورينا لو سمحت انا عايزة عجلس البزا حاضر وطريقة الشاورمة حاضر عنينة عنينة حاضر هنقول الشاورمة على طول حال تحت امر حضرتك يا فندم شكرا تصلك يا فندم على عنينة حاضر خلصنا الفروض صلطة بتاعتنا صلطة الفواكه الجميلة وتعالوا بقى نشوف الرز بتاعنا نغرف الحاجة بتاعتنا الشاورمة هي عبارة عن كيلو من اللحم ما تضاف عليه ربع كيلو من الدهن لو الدهن الضاني بيبقى افضل بنضيف عليها بصلة وحبيه الطماطم وفلفل وخضرة على حسب الاختيار ضيفوا عليها حاجات كواسة جميلة فيها مغبوزات بتعمل معجنات ان شاء الله يبقى لينا المعجنات عشان باش نعرف نشرح على الهواء على طول الوقت لازم يكون صوت وصورة لكن بنجيب العيش المصري العادي بنفتح الرغيف ونضيف عليها اللحمة ونعملها نضغط عليها سنة صغيرة بورقة زبدة ونلفها وندخلها الفرن المدة 10 دقيقة وربع ساعة بالكتير قوي تطلع معاك شوية شاورمة جميلة تعمل معاها صلطة خيار مخلل او بتنجيب مخلل بيطلع برضو ممتاز بتشتغلوا بيها زي ما انتوا عايزين والب استاذ رمضان السلام عليكم وعد الرزق بتاعنا مرحب مرحب يا عام رمضان يا هلا يا مرحب بيك امارنا يا حاج عايزين نعرف طريقة السمك ما دلتك ان انت بتعملها دي طريقة ايه؟ طريقة السمك تحت امرك تحت امرك هننزل المقادير بتاعته حالا على طولها الشاشة برضو استاذ نبدأ نديها تشكيلة ويهي البيتزا كباية من الحليب دافية كباية من الحليب دافية متضاف عليها معلقة من السكر رشة ملح معلقتين من الزيت الزيتون او الزيت العادي ومتضاف عليها بيضة بعد كده بننزل بيها بالدقيق بناخد العجينة لازم يكون عجينة ولا لينة اوي ولا متماسكة اوي بس ايبها تختمر معلقة الخميرة تختمر حوالي بالزبط 10 دقايق يتضعف حجم العجينة بعد كده بقطعها في الصينية وبعمل لها الصلصة بتاعتها الجميلة اعمل لها الصلصة واضيف عليها الحاجات اللي انتوا تحبوها تقعد عشر دقايق في الفرن وتطلع معكم ان شاء الله برضو هيبقى لينا مقادرها واللي حابب يخش عندنا على الصفحة بتاعتنا اكلة بسيطة مصرية علي تيوب برضو هتشرفونا فيها ان شاء الله بازن الله استاذ الاسمين سلام عليكم وعليكم السلام ازاك يا سيف استاذ الاسمين مرحبا قالوه السلام عليكم سلام عليكم زيك الله ينور عليك على اسماك الجميلة دي وعليك وعليك يا باشا تسلمين الله يحفظك عندك اي سؤال صباح الرضا وصباح اللي هنا احلى صباح يا باشا ام من الزهر سلام عليكم صباح يا باشا قالوه السلام عليكم مرحبا شكرا اتصالك يا فاندو عادي معنا اتصال تاني برضو على طول بعد ما خلصنا الرز وخلو عملنا الحاجات الجميلة بتاعته نبدأ بقى نشكل في صفرة بتاعتنا صفرة جميلة شرب الشربة السفود مع الرز مع التشكيل خفيف وبسيط وسهل يا رب تعجبكم الحاجات حاجات بيكون امكانياتها بسيطة وتقديراتها بسيطة نعمل كمان طبقين الرز الفلفل اوه الرز بتاعنا عبارة عن البصل البصل بياخد اللون البني الغامق في الاول بعد كده بحط عليه الفلفل والجزر والخضرة بتاعتي مفيش اي مشاكل وبعد كده نضيف المية بتاعتنا بتقط حوالي عشر دقيق تغلي بصف فيها وبضيف عليه بصلة نعمة مع الجزر مع الفلفل الالوان شكلوه بحيس ان الطبق بتاعنا يطلع مشكل وشكله حلو وجميل وفي نفس التوقيت بتركة جميلة وسهلة بنقدر نعملها ونشكل معافين؟ هلو السلام عليكم ازاي كسيف عمليك؟ كويس الحمد الله اخبارك الحمد لله وانت اخبارك الاكل يجنم بصراحة اسلمين يا غالة اسلمين الله يحفظكم يا رب يزيدكم السمك يا سيب جميل جميل عندك اي سؤال؟ لا ما بيش اي سؤال؟ وادي الشربة بتاعيت النفارت وطلبة الاكتيل قال لها يا محمد عشان الشربة خلاص استاذة سارة السلام عليكم هلو هلو السلام عليكم؟ ازاي كسيف؟ استاذة سارة مرحب بيكي ازاي كسيف؟ استاذة سارة مرحبا هلو هلو معاكي معاكي والله يسمعك ازاي كسيف عاملات؟ الحمد لله تمام تمام من اول الساعة الله يحفظك يا سارة اسلمين يا غالة تسلمي وتسلم ايدك على السمك تسلم يا رب يكون عجبكم دايما على طور ربنا يحفظكم وزيتكم تسلميلي يا غالة تسلميلي تسلميلي السمك تدبيلت السمك نزلت على الشاشة استاذة سارة شوكر انا اتصالك يا فندم ونشكرين يا باشا عصير البرتقان برتقانة واحدة اللي قلنا البرتقان من الموالح وغاني جدا بفيتامين سي بنعمله عصير وندخله معانا نخلنا معانا مع السمك الجميل بيد ريحة وبيد طعم جميل جدا ومناسب ممتاز مع السمكة الكبيرة الجميلة امو النظار سلام عليكم عليكم السلام يا فعل امو النظار مرحبا اهلا اهلا بيك يا شيف زي حضرتك والله الحمد لله الله يحفظك يا منظار انا باشكر حضرتك ربنا يزيدك يا رب ودايما وكل الكست اللي معاك وربنا يبارك فيك يا رب تسلميلي يا غال يا ربنا يحفظك يا رب تسلميلي وفضلك اولادك الله يبارك فيك يا رب يا رب كل المعلومات بتاعتنا بتصلكم بكل سهولة بخير والله يكونوا تمام دايما يا رب بخير وسمان عنكم سماع خير وعدها لكم اللي عين بخير عندك اي سؤال؟ تسلم يا شيف الله يخليك طريقة الشيش طوق ان شاء الله عينينا حضرت تحت امرك الشيش طوق على عنينة على عنينة حضرتك تسلميلي ربنا يحفظك يا رب ويزيدك على عنينة تسلميلي منظر على عنينة تحت عمرك الشيش طوق ممعاز سلام عليكم ممعاز مرحبا تسلميلي مرحب مرحب. تسلم ايدك على كرات الجميلة. تسلميه لتسلميه لالله يخليك. تسلميه لالله يحفظك مش جديد. عندك اي سؤال يا امم معاز? السمعك واصل ليكم والمعلومة ولا ايده تاني. تسلم ربنا يحفظك امم معاز الكريمة اختياري مش اكباري. الكريمة بتاعت بتاع السيفود اختياري يا امم معاز اهو. بعد ما حطينا الخضرة بتاعت الجميلة والبصل والتوم والشربة السيفود الجميلة هنتبلها بالكمون. شكرا لتصلك يا امم معاز. محمد السلام عليكم هات الكمونة. هلا حسنا بركاتي يا حضراتي. ازاك يا محمد نرحب بيك يا هلا يا هلا. ينور عليك على اكل الجميل. تسلميه لربنا يحفظك يا رب ويكون المعلومة واصل. تسلمك تحفة. تسلميه لتسلميه لربنا يحفظك. تسلم. ربنا يكرم ما بين ايدك يا رب. عندك اي سؤال? لا لا سلامك. تسلميه لانشاكرين ليك واحلى استباحه يا رب يحفظكم دايما يا رب. ربنا يحفظكم. مع الملح. بعد ما تبلنا بعد ما تبلنا الشرب بتاعتنا زي ما اتفقنا الكريمة اختياري او ممكن فيه كريمة نباتي بتتباع بتدي طعم وتركة جميلة جدا هضيف الملح خفيف. ما بتاخدش عشر دقايق عشان الفواكه البحر بتاعت ما بتستغلش من الوقت كتير. بعد كده سنة فلفل اسمر. السلام عليكم. مع الكمون. عليكم السلام. لو سمك يا سيف عايزة طريقة طحينة. عينينا حاضر تحت عمرك. عايزة طريقة الطحينة تعمليها في البيت. هتبولة. اه. تمام تحت عمرك على عينينا على عينينا حاضر. حاضر يا مون. شكرا. تحت عمرك شكرا لتصالك يا فندم شكرا لتصالك. عايز بولات كبيرة. الشيش طوق. الشيش طوق ممكن نعمله بدفس الرمان. وممكن نعمله بواحد عدد من البصل. بناخد صدور الفراخ بنقطعها مكعبات صغيرة. بعد ما بنقطعها مكعبات بنزل باتنين فص من التوم. واحد عدد من البصل. حباية من الطماطم. اتنين من الفلفل. نص كباية من الخل واللمون. ومعلقة من زيت الزيتون. لو عايزة حضراتك تعمليها بدرسوا الرمان. بيد طعم وتركة جميلة جدا. بعد كده بنضربها في الخلاط. بناخد الميا بتاعتها. بس. التفل بنركنه. بعد ما بنصفي الشيش طوق كامل. هايز بولة كبيرة. بعد ما بنصفي البصل مع الفلفل مع التوم مع الفلفل. والسلام عليكم. والسلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحب بيك. يا مرحب بيك يا عم عبدالله يا هلا يا هلا. يا مرحب بيك يا فاندم يا مرحب بيك يا مرحب بيك. يا مرحب بيك وعلى زبك وعلى أهلابكم الجميل جدا. ربنا يحفظك ربنا يحفظك ويزيدك يا رب ويكرم اهلك دايما يا رب بالكلام الزوء الجميل ده. حبيبي ربنا يبريك لك يا شيف. وانت منور الشاشة وربينا يديك الصحة. اسلام لي يا رب. ونور بيديك يا رب. بتحرجني كلك زوء والله العظيم. كلك زوء. يا هات المغرفة. عندك اي سؤال? الله يخلك. انا عندي والله عايز اسألك. يعني ازور حضرتك على تمليح السمك البوري. علشان مثلا يبق. في سيخ. نطلعه في سيخ. في سيخ. اه. اه. ايوه. على عانينا على عانينا. سهلي جدا وبسيط. بعد ما بنخسل السمك البوري. ما بنفتحهش من جوه. بنخسل الخيشيم كويسة. بنستخدم ملح مع الكوركم. ملح يكون خشن. ما يكونش ناعم. دايما الملح الخشن بيبقى كويس في التمليح جدا وممتاز. بجيبي الملح وحطش سنة كوركم عليه. ان شاء الله برضو يبقى ليه برضو. اه حلقة. استاذة دعاء. سلام عليكم. هقولك على الطريقة بتاعتك. الله بركاتك. وادي السيفود يا استاذة دعاء. مع الشربة الجميلة. امرين يا فندم مرحب بيك. اتكلم يا استاذة مرحب. فضلي. عامل يا شيء. والله الحمد الله تمام. الله نور عليك. مرحب بيك يا غالي الله يحفظك. تسلم لي. الله نور عليك يا شيء. عندك عندك اي سؤالك? عجبك السمك? تسلم يا غاليك تسلم يا حبيبي. عايزين طريت. عايزين طريت البطاقس بالمخشرة اللحنة المفرومة. حينينا يا حبيبي حاضر تحت امرك حاضر حاضر. على عينينا. شكرا لاتصالك يا باشي. على عينينا يا باشي. السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا هلا. والله الحمد لله تمام الله يحفظكم. مش عايزين نزول في الشارع يا استاذة مروح. الله يخليك يا حبيبي تسلميلي تسلميلي. منور الساسة. تسلميلي حبيبي تسلم تسلمي. عندك اي سؤال? ويادي الاسماك. عايزين طريت الشيش طاوك. عينينا حاضر حاضر الشيش طاوك حاضر حاضر. بنطل الاول الاسماك. شكرا لاتصالك يا فنم شكرا لاتصالك وخليك معاك انها صدقت البرنامج. صفرة بسيطة وسهلة. امكانيات من شرح يا رب يكون الشرح بتاعنا خفيفة على قلبكم. ويكون المعلومات بتاعتنا بتصلكم بكل سهولة. الرز الصيادية عبارة عن بصلة بنخليها تاخد اللون الغامق بتاعها. بنزل بيها بالفلفل والجزر في الاول الفرسة بتاعتها كامل. بعد كده بضيف عليها الشربة او اي مياة. المياة بتاعتها تغلي شوية معايا. بصف فيها خالص من الحاجات اللي فيها. بعد كده بنزل الرزب واحد عدد من البصل. الجزر والفلفل الالوان اختياري على حسب مذاككم. لكن لما نشكل صفرة باللون كويس وبشكل كويس بيبقى حاجة تمام. حاجة تمام. وما قدرش يشتوق. زي ما قلت لحضراتكم. معاني مسلا لو كله من الصدور من قطع مقعبات صغيرة. بقى اتنين عدد من البصل. واحد عدد من الفلفل اخضر حر او بارد. اتنين تلات 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 تصوص من التوم. وبنضيف كباية من الخل واللمون مع زيت الزيتون. ونضربهم في الخلاط. بعد كده بنضيف السبع توابل الكزبارة والفلفل الاصمر. اللي اتفقنا عليها من اول الحلقات. ان تكون الحلقة بتاعتنا او التوابل بتاعتنا بتكون حصة. وبنطلعها. بنتحرر في البيت بتدي نكهة او ريحة حلوة. بتبل الشيش بصفيها. بعد ببصفيها باخد الميا بتاعتها. وانزل فيها مكعبات الدجاج. مكعبات صدور الفراخ. واسيبها حوالي ساعة او ساعة ونص. بعد كده بجيب 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 الخلة. بجيب الخلة بتاعتي. وبعملها على الشواية او على بتاع ان شاء الله برضو بقاليها طريقة بازن الله ما حضراتكم. هنعملها معاكم. السمك البوري. السمك البوري. التخليل بتاعه عشان شام النسيم ان شاء الله يا رب كده يجيب بقى الايام علينا بخير ويبدأ الناس من حالة الكبت والضغط النفسي تبدأ يكون في حالة فرح وسرور كده. وان شاء الله ان ده بعد العسر يسر لازم من بعد عسر لازم يكون في يسر. السمك البوري هو انضف سمك للفسيخ بتعمل بالملح الخشن والكوركم الاصفر. ما اضيف ملح خشن وكوركم اصفر ويكون ملح كتير. واقلموا الاتنين مع بعض. بعد كي باجيب السمكة بخسلة غسلة نظيفة جدا بالذات من الخياشين. وبقى صفيها اسيبها حوالي تتعلق معي عشر دقيقة تجيب الدم اللي فيها وتصف كل حاجة. بعد كده بنزل احشيها ملح من الخياشين بتاعتها. وغطيها بالملح طبقة ملح وطبقة سمك طبقة ملح وطبقة سمك. وتقعد حوالي من سبعة ايام لعشر ايام. تاكلوا في سيخ بيتي. ان شاء الله بإذن الله هنعمله. محضراتكم محضراتكم اهو او ليه? محضراتكم هيبقى طريقة كويسة ان شاء الله بإذن الله اي حاجة تطلبوها. دخلوا على اكلة بسيطة مصرية على الفيس او على اليوتيوب باسم الشيف ماجد فوز حمزاوي. شرفتونا باتصالاتكم ويا رب يكون معلوماتنا معلوماتنا بتوصل لكم بكل سهولة. شربة السفود شربة خفيفة وجميلة ولزيزة. بتامن بسيط جدا. بنقدر نعمل شربة جميلة غنية بكل للفوائد. واحد عدد من البصل. نزلنا عليها اتنين فاصل من التوم. نزلنا بحلوات البحر بعد ما نقعناها في الخل والمية. اهم حاجة الغسيل ونضافة المطبخ وشكل المطبخ. ان شاء الله بإذن الله هتكونوا باسعد حال وباحسن صحة. كان معاكم الشيف ماجد فوز حمزاوي ومحمد ناصر وضياء. ويا رب يكونوا اسعدناكم بلقاءنا. ومشاكرين جدا كل القصط في الصحة والجمال. الناس بتتعب معانا والله في تصويرنا والمخرجنا الجميل. متشاكرين لكم جدا. ومتشاكرين للأستاذة سارة. عشان وانا وانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.